أستاذ الفهري قانونية لهؤلاء والمارة والجيران والأصدقاء وهذا أمر خطير خطير جدا ما يمكنش الواحد يستهتر ولا يستاهين بهذا الفيروس خصوصا من طرف واحد عرف رأسه مصاب لأنه يمكن له أنه ينقل هذه العدوال أقرب الناس إليه وكذلك الأخاري من ناحية القانونية إذا كان مثلا أجير مصاب بالفيروس وبعت بشاهدة طبية لرب العمل تفيد ضرورة خلوده للراحة 14 اليوم بسبب المرض فالمادة 272 دير مدونة الشغل كتسمح المشغيل بانتدابه حق طبيب خبير مختص من أجل إجراء بمضاد نكون فيزيت ميديكال وخصو يلقى الأجير المصاب في البيت دياله وإلا كيتحتبر الحكم متغيب بدون عذر مقبول وكتيت ترطب على ذلك اتخاذ إحدى العقوبات المقررة في المواد 37 أو 39 مع احترام لمادة 68 مدونة الشغل أما في حالة أخرى أما إذا تعلق الأمر بصفة عامة بمواطن مصاب بالفيروس ويحترم إلزامية الحجر المنزلي فهنا من الضروري وضع واحد المخطط بين وزارة الصحف ووزارة الداخلية يرمي إلى تبادل المعلومات بصفة طبيعة الحال السرية بينهما من أجل فتح المجال للسلطات المحلية أنها تقوم بالدور ديالها لكي نزمها يعني وتكون عندها لائحة الأشخاص المصابين حتى تشرفها وتتأكد من بقائهم بمنازلهم ولا يمكن اعتبار هذا مجرد يعني استهتار وهذا خصوم يدروا ولو عينات من هذه الأشخاص وتكتيف طبيعة الحال مراقبة في هذا الشيء اليوم الجامع الأكتفوزية خاصة يتحلى بروح المسؤولية والمواطنة التي تقتضيها الضرفية الاستثنائية الحالية وانتم كوسائل الإعلام السمعية منها وحتى يعني المرئية أو الإلكترونية راكت لعبوا واحدة الدور فعال تحسيس بالمخاطر التي تنجموا عن انتقال هذه الأدوى بين الناس والموصابين حتى هما يجبوا حتى هم على احترام هذا الحزر المنزلي وكان طلبنا الله الزواجل أن يرفع علينا جميعا هذه الأدوى أمين يا رب شكرا لك وساد يوسف الفاسي الفهري أذكر أنكم محامي بهئة الدار البيضاء شكرا جزيلا مرحبا إذن بفقرة معلومة قانونية في زمن كورونا نختم نشرتنا شكرا للمتابعة مباشرة على راديو أسوات خليكم معنا